اهلا بكم شوفوا انا في حلقة توفق الابراج دي بقى محدش يقول لي طولت ما طولتش انا هسرح معاكم كده في الكلام واحنا وحظنا بقى يا طلعت الحلقة طويلة يا طلعت قصيرة احنا وحظنا انا اتكلم النهاردة عن برج الحمل توفقه مع كل الابراج اللي هو برجي انا برج الحمل عشان في ناس كتير بتسألني وفي البداية ندوس لايك كالعادة عشان نتجمع كلنا ونشوف الحلقة مع بعض ونتبادل نتبادل كده القراءة ويبقى فيه تفاعل يعني من كل عائلتنا الجميلة تعالوا بقى نبتدي ونشوف كده في البداية طبعا عايز اقول كمال الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب به وده لسه كمال مشتركش في القناة يشترك ويا جماعة اضغطوا على زر الجرس في حاجة هتظهر اختيارات كده اختاروا منها الكل عشان الاشعارات توصل لكم اللي مشتكي من عدم وصول الاشعار برج الحمل هنفترض رجل او امرأة حمل مع حمل لتنين دول فيه كيميا بينهم يعني برج الحمل مع برج الحمل تلاقي فيه كيميا بينهم بس المشكلة بقى بعد كده انسة برج الحمل دماغها نشفة انسة برج الحمل دماغها نشفة والحمل رجل الحمل مسيطر ومن الدرجة الاولى هنا ممكن بقى هي لو مش مقتنعة بيه وللأسف يعني نصيحة دايما بقول اللي رايح يرتبط بانسة برج حمل لازم يتأكد ان هي مقتنعة بمليون في المية نصيحة لأي رجل يعني عشان هتطلع عينك مهما كنت قوي وشايف نفسك هي ما بتجيش بالنظام ده يعني هما الاتنين ده مهم خفيف هما الاتنين مندفعين قوي وتبصت ليهم ما ياخدوش وقت كمان حتى في التعارف على بعض يعني لما يتعرفوا على بعض وممكن يحبوا بعض بسرعة الصوت ولا بسرعة الضوء اسرع سرعة تقريب أقول لكم كمان انه انسة برج الحمل دي يعني لما بتغضب بتبقى نار عبارة عن نار ولعة وانا دايما قلت وانا بتكلم في حلقاتي عنها يعني من النساء الاب راجل اللي بتقلب الترابيزة على الجميع ساعد غضبها وما بيهمهاش فنخلي بالنا من الحتة دي لازم تحتويها وتعرف ازاي تتعامل معها ولكن التوافق بين الحمل والحمل ايا كانت الاطراف بشكل عام من يقدرش نقول عليه وحش لا هو توافق كويس وممكن الاتنين كمان يحصل بينهم انسجام بس الاتنين يخفوا يعني حتة السيطرة حتة السيطرة والغيرة والغيرة عندهم عالية او لو نجحوا انهم يقننوا الموضوع ده يقللوا شوية الدنيا تمشي بينهم زي الفل بينما الحمل مع الطور هنا الموضوع صعبي بقى صعب جدا ودي بنقول عليها احنا في علم الفلك علاقة مجهدة انسى برج الطور ما يعجبهاش كتير او من تصرفات برج الحمل ورجل ايضا برج الطور ما يعجبوش كتير من تصرفات انسى الحمل ايا كانت الاطراف يعني الطور هو اللي ما يعجبوش تصرفات الحمل الطور متحفز متحفز اكتر وهادي وتحس ان هو كده تقيل مع نفسه بينما برج الحمل رتم حياة اسرع بكتير من برج الطور وهنا ممكن يجنن برج الطور خلينا اوفر عليكم المسألة والعلاقة بين البرجين دول برج الطور ما بيعرفش يزوع الكلام يعني برج الطور على طول كده دايريكت لو في حاجة يجايلها لك في وشك والابراج النارية كلها قلنا قبل كده ابراج ما ينفعش ان انت تنتقدها لازم تختار كلامك وانت بتتعامل معها او حتى بتوجيه لها نصيحة ودي هتكون اول نقاط الخلاف بين البرجين دول الحمل هيبدأ يشوف الطور بيقلل منه والطور هيبدأ يشوف الحمل مش بيسمع كلامه من هنا تحصل او يحصل اللابس شوية او يحصل يعني العرقلة شوية بين البرجين دول لو حصلوا وهم ما عايزين يرتبطوا لازم كل واحد فيهم يفهم طباعة تاني ويحاول ان هو بقى ما يعملش الحاجات اللي هي بالدايو غير كده هيخشوا في صدام عنيف تعالوا بقى نشوف الحمل والجوزاء الحمل بيحب اوي اي برج فرفش ودمه خفيف ولما هنقول فرفشة ودم خفيف يعني قدنا جبنا برج الجوزاء هنقول اكتر من كده او هنجيب مثال ايه اوضح من كده انجزاب بسرعة الساروخ بين البرجين دول لكن ايضا في مشكلة لان الجوزاء برج متحرر ايا كان امرأة او رجل والحمل عايز سيطرة فيا اما تمشي الجوزاء هنا بقى الحمل اللي ما يجيبوش تصرفات الجوزاء يا اما الجوزاء ده يمشي على هوا الحمل وزي ما هو عايز يا اما الحمل هيزعل منه ويغضب عليه وبرج الجوزاء لا عايز مساحة وعايز مساحة كبيرة كمان وعايز حرية والحمل لما بيحب ويمتلك حد بيقيده شوية بيقيده شوية العلاقة بين البرجين دول ما هيش وحشة وبالذات في البدايات بتكون جميلة جدا بس لو الجوزاء قدر يتفهم طباع برج الحمل شوية هنا تنجح العلاقة وتبقى تمام قوي بين البرجين دول انا بنتكلم بنوضح الحاجات الرئيسية يعني الحاجات اللي هي البرزة المهمة في التوافق بين البرجين يبقى حمل مع حمل العلاقة تمشي حمل مع جوزاء ايضا العلاقة تمشي حمل مع طور لاي الموضوع زي ما احنا قلنا محتاج يعني هي علاقة مجهدة محتاج انهم يستحملوا بع شوية على قد يعني ما يقدروا بينما حمل مع سرطان مشكلة كبيرة بقى الحمل بيفزع برج السرطان الحمل يعني برج السرطان يتعب هنا مع برج الحمل الحمل بيخض برج السرطان برج السرطان عايز كل حاجة بالراحة عاطفة بالراحة حياة اجتماعية بالراحة عايز حد يعمله معاملة خاصة ويتقبل موده المزاجي ومتقلب المزاج ده والحمل ما عنده الصبر للكلام ده الحمل ما بيصبرش على برج السرطان ومن هنا برج السرطان يبدأ يتعب على طول ضير اجتماع برج الحمل وبيتعب معه كمان بشكل كبير بينما بقى برج الحمل مع برج الاسد الناري علاقة ولا اروع ولكن لو تجننوا الاثنين على بعض محدش يتدخل منهم نار مع نار وولعت بقى ولعت محدش يتدخل بينهم مش هتعرفوا ان انتم تطفو ولكن هي من انجح العلاقات عامة بشكل عام حمل واسد الاثنين بينهم كيميا فضيعة الاثنين بيحسوا ان هم كده مكملين بقى الانسة ايا كانت يعني في الحمل او الاسد بتعجب بالطرف بينبهر بالاسد والاسد ما يملاش عينه تقريبا او من اكتر الابراج اللي تملع عينه هي برج الحمل تلاقي هم الاثنين يعني بيحسوا ان هم ايه ده كل واحد لقى في التاني اللي هو كان بيدور عليه بذات انسة الاسد تحديدا تحديدا من اكتر الرجال اللي تنفعها هي رجال برج الحمل يعني بتقدر تسيطر عليها شوية او بترضي غرورها شوية بيعرف الحمل رجل الحمل عمتا يتعامل مع الانسة العنيدة دي الحمل مع عزراء لا 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 الاثنين دول مع بعض يعني واحد شرقي والتاني غربي العزراء عكس صفات برج الحمل تماما والحمل عكس صفات العزراء والاثنين صعب جدا لانهم يتوافق الا يعني اي برج احنا بنقول صعب التوافق لو في حب كبير او بقى بين الطرفين هم هيقدرواش يستغنوا عن بعض او في الحالة ده هيقدروا ان هم يستحملوا بعض يعني العزراء في شوية كده من الطور العزراء بيد يعني بينتقد بينتقد في الوش بيد كده سواريخ عابرة القارات يعني فالحمل ما يستحملش ما احنا قلنا قبل كده اي برج ناري ما بيستحملش الانطوش بيد كده سواريخ عابرة القارات يعني فالحمل ما يستحملش ما احنا قلنا قبل كده اي برج ناري ما بيستحملش الانتقاضات فعمره ما هيصبر أبدا على برج العزراء وأيضا برج العزراء هيحس أن برج الحمل ما بيقدروش وهيحس أنه هو بيهينه وبرج الحمل ما بيسكتش برج الحمل من الأبراج اللي بترد الصاع صعين وبسرعة ما بتاخدش وقت يعني في الحتة دي وما عنده الصبر أصلا أنه خطط كتير وينتظر كتير هو عايز كل حاجة في وقتها إذن من هنا تبدأ الدنيا تبقى صعبة شوية بين البرجين دولين حمل مع ميزان علاقة زي السكر هو برج الحمل بيحب اللي دمهم خفيف وأنسى الميزان أو رجل الميزان دمهم خفيف وبيعرفوا على فكرة يرضوا هنا بقى خد بالكم بقى هنا عكس برج العزراء الميزان يعرف أنه هو يرضي غرور برج الحمل يعرف بالكلام وبالمعاملة وبالأسلوب وبالضحكة بتاعته يعرف أنه هو يحسس برج الحمل باللي هو عايز ويعرف يديله الإلانة بتاعته أو الكبرياء بتاعه بيعرف قوي برج الميزان يتعامل مع برج الحمل في الحتة دي ومن هنا بقى النقطة الرئيسية أو أنت عرفت منين زي ما احنا بنقول تدخل لبرج الحمل فإذا العلاقة بين الاتنين دول من أنجح العلاقات وانا بقول دايما لكل قاعدة استثناءات ولكن احنا بنتكلم على أغلب يعني مواليد الأبراج اللي بيكون بينهم أو بنتكلم عن القاعدة بشكل عامل كل قاعدة في الدنيا مش بس في علم الفلك بتلاقي فيه شواز بتلاقي فيه يعني حاجات كده ما بتنطبقش عليها القاعدة بينما بقى برج الحمل مع برج العقرب صعب جدا اتنين أقوياء ما ينفعوش مع بعض اتنين عندهم حب سيطرة ما ينفعوش مع بعض اتنين عندهم عند شديد ما ينفعوش مع بعض اتنين عندهم حب امتلاك ما ينفعوش مع بعض اتنين عندهم غيرة قاتلة أكيد ما ينفعوش مع بعض خدوا بالكم بقى خدوا بالكم من اللي جاية دي اتنين عندهم شك كبير ما ينفعوش مع بعض وهي دي المشكلة بين البرجين دول دايما بقول إلا بقى لو فيه حب كبير قوي هنشتغل على نفسنا اه ممكن في الحالة دي نقدر ان احنا نتوافق مع بعض بس هنبزل مجهود حمل مع قوس من انجح العلاقات اللي انت ممكن تشوف انا عن نفسي لو تسألني انا رجل حمل انجزب جدا لبنت برج القوس وبنت برج الجوزاء رغم ان هم متعبين بس انا بحب الفرفشة وبحب الدم الخفيف عن نفسي تول في المقام الاول عنه يعني من الاخر من الاخر كده هم الاتنين بيعرفوا يدلعوا بعض الحمل والقوس بيعرفوا يدلعوا بعض او بتلاهم على هوا بعض اوي والدنيا بتبقى زي الفل بينهم الا مراحمة رب يعني برضو في بعض العلاقات بتكون متوترة ولكن اغلب العلاقات بين البرجندل بتلاقيها جميلة او التوافق عالي اوي حمل مع جد لا ثم لا ثم لا صعب جدا صعب جدا ايضا نفس الكلام اتنين اقوياء طبعهم مختلفة ترابي مع ناري لا يصلحه التراب يطف النار يعني التراب يطف البريق بتاع النار او التوافق بتاع النار وده ما يرضيش برج الحمل لان اللي هيحصل برج الجدي هايحاول ان هو يلغي شخصية برج الحمل حتى لو كانت امرأة وهو رجل الحمل اصلي برج الجدي ده برج صعب اوي ومش اي حد يتعامل معاه من الابراج برضو اللي عايزة يعني تدر استباعها اوي تزاكلها قبل انت ما تتعامل معاها فهيخش على طول في صدام مباشر مع برج الحمل هما الاتنين هيجوا داخلين في صدام مباشر مع بعض وبسرعة مش هيصبروا على بعد والمشكلة هنا ان لا ده بيتنازل ولا ده بتاع تنازل فالمشكلة هتبدأ تتفاقم هتلاقي خصام هجرة هتلاقي زعل هتلاقي مشاكل فالدنيا بينهم بتكون مش يعني التوافق بيكون او الدنيا بتكون يعني مش لذيذة شوية بين البورجيندر الا لو في حب كبير اوي 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 والاتنين هيشتغلوا بقى على بعض وده يتنازل شوية وده يتنازل شوية حمل مع دلو حمل مع دلو العلاقة كويسة بس مثل الميزان والجوزة الدلو بيدي للحمل البريستيش بتاعه شوية يعني بيسيبوا براحته شوية ما بيحجموش شوية وممكن يسمع كلامه وعنده من الزكاء برج الدلو ده من الابراج الزكية جدا عنده من الزكاء اللي يقدر انه هو يفهم برج الحمل بسرعة ويقدر انه يعود برج الحمل يعني يقدر انه هو يطبع برج الحمل يقدر انه يسايس زي ما احنا بنقول برج الحمل الابراج الهوية كلها ما شاء الله عليها في السياسة والاقناع ومن هنا برج الدلو بيدخل لبرج الحمل بقى من الحتة دي بيبدأ انه يفهم طبعه اه الشخصية دي عايزة واحد اتنين تلاتة الدلو بيحسبها بسرعة عنده زكاء في الحتة دي مع نفسه بيبدأ على طول يترجمها بيبدأ يترجمها الافعال خلاص بيبدأ انه خلاص بيعود برج شفت اللي بيرود اللي بيرود الدلو بيعرف يروود برج الحمل بيعرف انه هو يخلي يعني الحاجة اللي هي العصبية الحاجة المندفعة العنيفة العنيدة دي بيعرف انه يهديها يعني الحمل طيب على فكرة بس بس محتاج اللي فمش طيب او برضو عشان نكون منصفين يعني برج الحمل مع اخر برج وهو الحوت زي ما قلنا عن برج السرطان كده الحمل يعني عنده حتة اندفاع ممكن في الكلام في الافعال والاقوال فممكن يجرح برج الحوت ولا السيامة لو كان رجل وهي انسة يعني ممكن زي ما احنا بنقول كاتب لابسة لبسة معين يقولها ايه اللي انت لابسها ده هو مش قصده حاجة بس هو دي طريق ضوء انسة الحمل او انسة الحوت عمتا او الحوت بشكلها ما بيستحملش الكلام يعني تحملهاش برج الحوت لا برج الحوت عايز ملطفة ومسيسة وتختار كلامك اوي وانت بتتكلم معاك وبرج الحمل ما عنده صبر دايما يعني ما عندهش في كل الاوقات صبر ان هو ينقل الكلام وان هو لا ما بتلاقي الحتة دي بتقع منه شوية ولكن يلتقوا يلتقوا في المشاعر يعني بتلاقي الحمل يقدر ان هو يدي للحوت اللي هو عايزه في العاطفة الى حد ما يقدر يجاري يعني ولكن معادة ذلك بتلاقي بيفزعه شوية بتلاقي زي ما بيعمل مع برج السرطان كده وهنا بتبقى المشكلة شوية الا بقى انسى الحوت او رجل الحوت احنا عارفين الهم من الابراج الحنينة لو بتحب بقى تبدأ ان يتتقبل شوية ما تزعلش يعني على الكلمة ورجل الحوت او امرأة الحوت المشكلة لو هي انسى حوت وهو لو هي انسى حمل وهو رجل حوت العلاقة دي صعبة العلاقة دي صعبة لان مش هعرف اطلاقا يسيطر عليها اطلاقا مش هيعرف ان هو يسيطر عليها يعني انا محبتش ان انا طول مش هعرف بقى الحلقة الطويلة ولا لا ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل سلسلة لكل الابراج عشان نفهم يعني حياتنا اكتر ونفهم الناس المحيطين بنا اكتر مفيش اي حاجة تغلى عليكم لاخر مرة بقى بذكركم اللي نسى يدعم الحلقة بلايك يدعمها عايزين كل اصدقائنا يشوفوا عشان محدش بعد كده يسأل يقول انت قلت هعمل وما عملتش وانا اقسم بالله بكون عملت بحبكم جدا جدا